السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه الأخبار عمدين إيه ربي كما يكون بخير الفيديو يجاد بطريق السودان هيكلمنا عن المبادئ اللي كان شهيدنا الإمام علي إبن أبي طالب يحكم بيها مشاهدة ممتعة إن شاء الله وقد تحددت عن سيرته ووصلنا إلى الفترة التي تولى فيها الخلافة أريد أن أوضح أن خلافة سيدنا الإمام علي كانت خلافة راشدة تمت ببيعة كاملة لم يرفض البيعة أحد من كبار الصحابة والكل بايع ولما غير الولاد كما ذكرت لكم الكل أيضا بايع ومعاوية لم يعلن نفسه خليفة ولم ينازع سيدنا الإمام علي الخلافة أبدا ما كان هذا في خاطره ولا كان في باله وإنما هو كان يطالب في الأخذ بالثأر من قتلة عثمان فلم يكن على الأرض خليفتين ولم يكن هناك من ينازع سيدنا الإمام علي بالخلافة وكل الذين بايعوا الخلفاء الراشدين الثلاثة ممن بقي أحيا بايع سيدنا الإمام علي بن أبي طالب أتكلم عن كبار الصحابة فبيعة كاملة راشدة ليس فيها تنازع التنازع ما حدث في أنه هو الخليفة ولا ليس الخليفة في بعض المؤرخين يحاولوا أن يطرحوها بهذه الصورة هذه مسألة غير واردة على الإطلاق وإنما كانت المسألة ما هي أولويات هذه الدولة بعد الحروب بعد الثورات بعد الفتن يختلف الناس حتى أصحاب العقول الكبيرة يختلفوا ما هي الأولويات كيف نعيد تنظيم الأمور بعد الفتنة التي حدثت وهذا رأيناه في كثير من الدول التي جرت فيها حروب أو ثورات قضية طبيعية جدا لكن لم يكن هناك تنازع على السلطة فهذه مسألة كانت واضحة جدا في هذا الجزء أبدأ الحديث عن فترة الفتن التي جرت بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه والتي أدت إلى معركة الجمل أولا ثم سنتكلم لاحقا عن معركة صفين ثم في الجزء الأخير نتحدث عن وفاته والأيام الأخيرة له عليه الرضوان لما تولى سيدنا علي الخلافة مرة أخرى من المهم جدا أن يدرك السامع والقارئ لهذه الفترة أن المدينة المنورة هي العاصمة الإسلامية وهي التي قامت بها الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان فإذن الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي قتل مظلوما كانوا ما زالوا موجودين في المدينة وكانوا هم المسيطرين على المدينة ولو كان الصحابة يستطيعون يعني منعهم لمنعوهم ولو كانوا يستطيعون طردهم لطردوهم لكن هم المجموعة المنظمة المسيطرة على المدينة والصحابة تحت سيطرتهم في الحقيقة فتولى سيدنا علي بن أبي طالب الخلافة في هذه الأوضاع الأولوية الرئيسية التي يجب أن تستقر هي الأمن وهو رجل قاضي لا تنسون شرحت لكم سيرة سيدنا الإمام علي بالتفصيل فواضح أن أمير المؤمنين رضي الله عنه كان قاضيا والقاضي عنده مبادئ يعمل من خلالها من هذه المبادئ أنه لا يقبل أن يحكم وهذا القاضي العادل لا يقبل أن يحكم على إنسان بسبب ضغوط معينة هناك من شارك في مقتل عثمان لا بد من رغم أن الجريمة واضحة لا بد من التحقيق وإقامة العدل واستماع الشهود وإعطاء الإنسان حق أن يدافع عن نفسه هل يمكن إجراء المحاكمة في أجواء فتنة؟ هل يمكن أن يصدر حكما على هؤلاء وهم المسيطرين على المدينة؟ فهو بحكمته وهو ذكي جدا وعاقل وعالم وقاضي رأى أن الأمور لا تتم بهذه الأولويات وإنما الأولويات التي عنده كانت واضحة جدا أولا أن يثبت حكمه الكل يخضع له وإلا ما يكون يعني والي شرعي والأمر الثاني أن يستتب الأمن ويعيد سيطرة الدولة على الأوضاع وينزع سيطرة الثوار أهل الفتنة الذين خرجوا على عثمان ينزع سيطرتهم ثم بعد ذلك يتولى العقاب على من شارك بهذه الفتنة هذه أولويات هذه أولويات بعقلية قضاء وهي صحيحة من وجهة النظر القضائية الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه موجودون الآن مسيطرون لا بد من السيطرة عليهم قبل أي شيء آخر من الجهة المقابلة الذين رفضوا هذه الأولويات لم يرفض أحد ولاية وإمارة علي رضي الله عنه لم ترفضها السيدة عائشة رضي الله عنها لم يرفضها طلحة لم يرفضها الزبير لم يرفضها حتى معاوية هو لم يؤلن أنه رافض لشرعية ولاية أمير المؤمنين علي هذه مسألة لم تكن في النقاش لم يطرح أحد خليفة بديل هذه ما طرحت إلا بعدها بعدة سنوات في بداية الأمر هم يرون إعادة ترتيب الأولويات الذين قتلوا عثمان هؤلاء رغم أنهم مسيطرين على المدينة إلا أن المسلمين ليس بالضرورة في المدينة لكن في الأماكن الأخرى عندهم من القوة الكافية وهم الذين فتحوا الفتوح وأسقطوا أعظم دول العالم الفرس والروم قادرين على أن يقضوا على هؤلاء ويقتلوا قتلت عثمان فالأولوية عندهم هي القضاء على الثوار وقتل قتلت عثمان قبل أي شيء آخر فالاختلاف الذي جرى بين الصحابة كان هذا هو وضعه بكل اختصار إذا فهمنا هذا الآن نستطيع أن ننطلق بتسلسل الأحداث انتبهوا وأنا أستعرض معكم تسلسل الأحداث حاولوا أن تقرأوا بين السطور ستجدون بوضوح هذه الأخصة بالنقاط أولا أن خلافة سيدنا علي كانت خلافة شرعية كاملة ليس فيها تنازع الأمر الثاني لم يطرح خليفة بديل ولم ينادي أحد بخليفة بديل انتبهوا لهذا الأمر الثالث أن الكل كل الصحابة من طرف علي ومن طرف الذين خرجوا على علي في الجمل وفي صفين الكل متفق على لعن قتلت عثمان وأنهم ضد من قتل عثمان ما فيهم واحد راضي عن قتل عثمان هذه مسألة أيضا كانت واضحة وسترون بوضوح أن الاختلاف كان على الأولويات وليس على الخلافة راقبوا هذه الأمور ونحن نستعرض قصة الفتنة التي جرت والتي أدت إلى معركة الجمل أولا ثم معركة صفين قبل أن أيضا أنطلق أحب أن أقول شيئا آخر منهج أهل السنة والجماعة بالذات الحنابلة منهم عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة وهذا منهج سليم ويجب اتباعه لكن في نفس الوقت نستطيع أن نلتزم به ونستعرض القصة يعني لا يعقل أننا نمشي في التاريخ الإسلامي ثم نأتي لهذه الفترة خمس سنوات من التاريخ الإسلامي ونقفز عليها وخاصة أن كبار المؤرخين الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم ذكروا هذه القصة القرطبي غيرها كلهم ذكروا هذه القصة بل أقول شيء لا يوجد مؤرخ للتاريخ لم يذكر هذه القصة بل أقول أكثر من هذا حتى كبار علماء الحنابلة مثل سيدنا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من الجهابذة في العلم والمحققين العظماء والذين يعرفون هذه المسألة أيضا ذكر هذه القصة وذكر العبر معها فالممنوع الحقيقة هو ليس اسمعوا يعني بعض الناس فهم نسكت عن ما شجر بين الصحابة أن ممنوع نتكلم عنها ليس هذا هو المقصود وإنما ممنوع نتكلم عنها بطريقة تسيء للصحابة بطريقة تشعل النفوس ضد الصحابة بطريقة لا تعدل الصحابة أو تجرئ الناس على الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الممنوع لكن ليس الممنوع أن نتحدث أن هذا حدث في التاريخ كيف نلغي هذا في التاريخ فأنا سأتبع في هذا الطرح منهج العلماء الكبار والحقيقة سيدنا الإمام بمن تيمية كان منصفا في طرحه وعاقلا بشكل كبير الحقيقة في يعني المنهجية التي اتخذها ويعني سأتبع منهجية هؤلاء العلماء الكبار في طرح هذه القصة فالآن بعد هذه المقدمات الهامة جدا أريد أن أستعرض معكم هذه القصة ترجمة نانسي قنقر